السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم على قناة المقاول وموقع المقاول.com وفي تتيمة دروس الجزء الخاص بلا matrice McKinsey سنتعرف على les avantages de la matrice McKinsey وكذلك على les inconvénients أو لا les limites de la matrice McKinsey أولا نبدأ بلزavantاج de la matrice McKinsey la matrice apporte une vision complète précise et dynamique puisqu'on peut faire apparaître la position souhaitée إذن la matrice McKinsey كتعطينا رؤية واضحة وشاملة وهاتش من خلال أن كل من la position concurrentielle وكذلك l'attrait du marché كنحددوهم من خلال عوامل كتير بزاف ولي كناش فنهم في الدرس رقم 22 من سلسلات الماركتنگ stratégique وكذلك كتميز la matrice McKinsey أنها dynamيكية وكتوضح لنا بشكل تقيق توجيه الستراتيجي اللي خاص لانترابرز تقوم به من خلال تسعادية اللي كاز اللي فيها درسلاتيجي درسلاتيجي إذن كنين عوامل اللي هي كتير كندرسوها وكنحددو من خلالهم شنو هي لابوزيسي كونكيرانسي ديالنا أي أن la matrice McKinsey خدات عوامل كتير مقارنتا مع la matrice بيسي جي اللي كتركز فقط على جوج ديال العوامل اللي هما بار دو ماركتنگ غولاتيف وكذلك كروسانس دو ماركتنگ في la matrice McKinsey اللي عدنا أكتر من 18 كتير إذن باكا غد نكونو كنديرو واحد الدراسة اللي هي دقيقة لأنه كنعتامدو على معايير اللي هي كتير العنصر الثالث من لزافنتاج دو la matrice McKinsey لاتخاكتيفيتي دو ماركتنگ انكلو ام بلو لارج غام دو فاكتر ك لطو دو كروسانس دو من أجل نحددو لاتخاكتيفيتي دو ماركتنگ اللي هي جاذبية السوق كندرسو عدة عواميل منها طايل دو ماركتنگ طو دو كروسانس رانتابل تي لباريغ لانتخي لانتنسيتي دو لانتخيرانس إذن عواميل اللي هي كتير اللي كتدرس لانتخيبخيز من أجل تحددش حال هي جاذبية السوق واش هي ألف أو موين أو فبل إذن هدو هما لزافنتاج دو ماتخيس مكينسي دابا غادي نتعرفو ونشوفو شن هما اللي ماتخيس مكينسي يعني شن هما لزان كونفينيون أو لنقاط الطعف ديال هاد ماتخيس مكينسي أول لميت هدنا هي سي ماتخيس اللي سبجيكتيف اللي ديفسيل طريقة اللي هي رياضية علمية دقيقة إلا عقلتو في الماتخيس بيسي جي كنا كنحسبو كل من بار دو مارشي غولاتيف وكذلك طن دو خواصنس دو مارشي بطريقة اللي هي رياضية عدنا علاقات رياضية اللي كنتبعو بالنسبة الماتخيس مكينسي ولو كنناخدو عواميل كتير وكنعطيوه نقطة لكل عامل من واحدة الخمسة مكينش طريقة اللي هي دقيقة بحل مثلا شخص كان صحح له امتحان ديال المات ولو يكون ميت أستاذ يصحح نفس الورقة ديال تلي مدادة غاي يعطي نفس النقطة لأن في الامتحان ديال الرياضيات إلا خرجت لك القيمة ديال اكس خاصة تخرج مثلا هي واحدة خرجتها واحد دونك ما غادي تاخذ الصفر يعني هاد الأمور هادو كيف قلت أولو أن ديال الورقة ديال نعطيوها لمية أستاذ إلا جبتي مثلا 16 كلهم غادي يعطيوك 16 ما عندك فين يزيدو أو فين ينقصو بينما في الامتحان ديال الفلسفة مثلا ممكن نفس الورقة يصحح يصحوها خمسة في النقطة التي أعطينا ماشي بحل المات إذن الماترس مكينسي تهي هكا في هاد الإجكال ديال النقطة اللي كان أعطيو لدوك الكريتير باش كان حددو كل من la position وكذلك لاتخي ديو ماشي ما من بوطنش بشكل اللي هو رياضي دقيق العنصر تاني من الليمت دو الماترس مكينسي إذن هاد الماترس مكينسي فهي صعيبة بالنسبة لكل من الشركات المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا لأنها كيف تعرفنا من قبل أنها كتحتاج دراسة ديال العدد كبير من الكريتير وهذا الأمور كتكون صعيبة على هاد النوع من الشركات سواء يجمع دوك المعلومات كلها ويدرسوها وكذلك تكون هاد الدراسة جدا مكلفة لأنها تحتاج لمجموعة كبيرة من الغو السخص وهذا شخصيا اللي ما كنحملش في هاد اللي ما تخيز هاد وكلهم لأنهم كيقرروا للناس أمور شبه مستحيل للطبق على أرض الواقع في الشركات الصغيرة والمتوسطة وكلقوا أنه أكثر من 90% ديال سيطة إذن علش انت تقرر يوم واحد الأمر اللي هو بعيد وخصوصا أنه تلقى أنه مركز في ذاك الموضيول اللي هو اللوب ديال الموضيول ككل إذن هذا يكون إشكال كبير في البروغرام خاص يكون فيه أمور أخرى تكون الفائدة ديالها كبيرة على الطلبة وتكون علمية وتكون عملية بالنسبة للشخص وكذلك بالنسبة للأنترپريز العنصر الثالث من الليميت ديال ماترس مكينسي لكوليك ديال انفرماشي لرنوبة وإدنفكاسي ديال فاكتور سينيفيكاتي ربريزان تكون شارج دو تخيف تخيف كيف قلت من قبل من أجل الانترپريز تقد هاد ماترس مكينسي درسها كيكون صعيب ومكلف تجمع كل المعلومات اللي لازمها من أجل أنها تقد لما تخيف مكينسي وكذلك هاد النوع من الدراسة باش تخلص الشركة أخرى تعطيك واحد السيرفيز أنها هي اللي تقوم لك بتجمع المعلومات وتعطيك واحد الاناليز دون كيكون جيد مكلف على هاد النوع من الشركات اللي هي صغيرة والمتوسطة واللي هي صغيرة بزاف إذن هاد مجموع كل من الليميت دي الماتخيس مكينسي وكذلك لزفونتاج دي الماتخيس مكينسي تعرفنا عليهم وفي الفيديو هات السابقة ركننا تعرفنا كذلك على لزفونتاج ولي للميت دي كل من الماتخيس بسي جي وكذلك الماتخيس الدئيل إذن في الفيديو هات الماجئة إن شاء الله ما زال غادي نشوف أفكار اللي هي كثيرة ومجموع من المعلومات اللي خاصكم أنكم تكونوا عارفينها وضبطينها ولي عندو شي سؤال أو لا استفسار أو لا أمرا متعلق بهذا الأمور هاتو اللي شفنا يخليلي الكومنتر تحت الفيديو سواء فلاشين يوتيوب المقاول أو لا كذلك على السيت المقاول بون كوم وكنتمنى لكم كل توفيق